بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبه إلى كسر النون بسم الله الرحمن الرحيم نعيدها مرة ثانية صحح هذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ولا نقول إذا جاء 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 نحاذر من هذا الخطأ إذا جاء نصر الله وال انتبهوا إلى الواوي العاطفة هنا كثيرا ما يهمل ضمها أو ضم الشفتين عندها فنقل إذا جاء نصر الله والفتح ونتنبه إلى الضم هنا إذا جاء نصر الله والفتح ثم نتنبه الآن إلى تخليص الحروف حال المجاورة المفخمة مع المرقة ورأى 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 ورأيت الناس يدخو تنبهوا أيضا هنا أنا أحاول أن أنبه للأخطاء قبل أن نقرأ حتى نحاول أن نطبق القراءة الصحيحة قدر الاستطاعة الدال هنا أتى بعدها حرف مضموم فنحاذر من أن يشترك مع الدال الساكنة المقلقلة ولو شائبة ضم فلا أقول يدخلون يدخلون لا بل تبقى الدال ساكنة يدخو يدخو من غير فاصل زمني فلا أقول يدخو واضح؟ مباشرة انتهت القلقلة مباشرة أضم الخاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الآن هنا كثيرا ما أسمع من أبنائنا في الحلقات وإخواننا من يخطئوا في إتمام الكسر فيقول فسبح ب ب فسب ب ب نتنبه إلى هذا الموضع فسبح 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 بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر لا تنبه أسمع صوت فاء ليس بصحيح تنبه لهذا واستغفر ما هو استغفر فر ف ف ف في في واستغفر واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا هذه الواو المشددة الواو الأولى ساكنة سبقها ماذا؟ سبقتها تاء مفتوحة فحتى لا تشتبه هذه الواو بالواو اللينية التي تكون ساكنة ويسبقها الفتح حتى لا تشتبه بها هذا موضع من مواضع النبر في كتاب الله عز وجل فنتنبه لإعطاء النبر في هذا الموضع من غير أن ينقطع صوت الواو فلا يصح أن أقول توابا توا يبقى صوت الواوي مستمرا إنه كان توابا إنه كان توابا كذلك حين ننتهي هنا بصوت الألف نقول توابا لا ننهي بهمز فلا نقول توابا لا نقطع الصوت فنجعل من الحرف المقدر حرفا محققا نتنبه إلى هذا الخطأ ونحذر منه إنه كان توابا إنه كان توابا